المرأة الطبيعية عندما تعرض تصبح عندها حالة من القهر والضغط النفسي على جهازها العصبي فبتبدأ متوترة وبتبدأ عصبية وبتبدأ عندها ردات فعل وبصير عندها رفض للعلاقة الحميمية ده المرأة السوية وكمان فيه مرأة سادية بتحب للتنذف مساء الخير لجميع متابعي برنامج سوشو بكل مكان في الوطن العربي من خلال برنامج سوشو على شبكة منصات نطرح العديد من القضايا المهمة والحساسة في المجتمع واليوم نتحدث عن بعض الضحايا الصامتات ضمن إطار موضوع يحتاج إلى التوعية والتفهم وفقاً للمفاهيم العربية تعتبر العلاقة الزوجية حقاً مكتسباً في المجتمعات العربية ولا شك أن تعبير الاختصاب الزوجي غريب لأن فيه كلمتين متناقضتين فكيف يكون زوجاً شرعياً ويكون فعله اختصاب هل يعتبر هذا الفعل عنف ضد المرأة؟ للحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع نصدف وإياكم الدكتور والمستشار النفسي والتربوي والأسري والمدرب الدولي والدكتور موسى مطارني أهلاً وسهلاً فيك أهلاً فيك يا أهلاً أنا مبسوطة بوجودك معنا وحضرتك دائماً تتحفنا بمواضيع جديدة لكن هي فعلياً موجودة على أرض الواقع في مجتمعاتنا لكن فيه خجل في الحديث عن هذه المواضيع لكنها موجودة فعلياً أنا مبسوطة كمانين بأكون معكم وسعيد بهذه الحلقة وهذه الحلقة حلقة مهمة جداً والاقتصاب الزواجي موجود كسلوك إنساني ويجب التعامل معه وفق المفاهيم الإنسانية في الإنسانيات ما في شيء ممنوع وفي العلم ليس شيء محضوراً فنتكلم في كل شيء بما يقدم الفائدة للآخرين أنا مبسوطة كمان دكتور أنه إحنا أول حدا بيعمل حلقة عن هذا الموضوع اللي هو الاغتصاب الزواجي أو الاغتصاب الزواجي خلينا نحكي عن المفهوم المطلق للاغتصاب الزوجي الاغتصاب هي مأخذة من الإكراه وعندما يتم العلاقة الشرعية أو العلاقة العاطفية أو العلاقة اللي اسم الحميمية بإكراه حتى لو كان هناك إطاراً زواجي فهذا شيئاً يتناقض مع الطبيعة الإنسانية لأنه بالأصل هذه العلاقة شرعت من الله سبحانه وتعالى لتكون علاقة قائمة على المود والمحب ويلقاء روحي بين اثنين بداء حياة لبناء أسرة وتكوين أسرة وبالتالي كيف يمكن أن نتصورها عندما يتم رجل زوج يعتدي على زوجته في وضع وفي حالة هي غير مستعدة لمثل هذه العلاقة وبالتالي هذا المفهوم هو موجود وموجود في بيوت كثيرة وموجود بين الناس كثيرين وهو سلوك يجب التعامل معه ويجب التوعية بخصوصه تعتبر دكتور أنه في ضحايا بيراجعك ضحايا من هذا النوع على العيادة؟ طبعا من يتم تعيش هذه الحالة بالإكراه هي تعيش حالا من الضهاد والقهر يعني وكأنها تحسها مستعبدة كيف تستباح بما يخصها رغما عنها حتى لو كنت زوجا الزواج الأصل فيها المود والرحمة صحيح فكيف تتم أسمى وعشرهن بالمعروف أسمى علاقاته وهي العلاقة الحميمية بنسميها العلاقة العاطبية ممارسة الحب هذه الأسماء الكبيرة التي كلها نمت عن شيء روحي جميل كيف تتم بالإكرار كيف تتم عندما يقوم زوج بالاعتداء على زوجته بعد ضربها مثلا أو بعد إهانتها مثلا أو بعد استنزاف طاقتها في العمل المنزل وتكون متعبة ومرهقة ويسمح لنفسه بهذا الفعل هو ممكن بيسمح لنفسه دكتور من ناحية شرعية بقولك أنا الدين معي وهي بدأت تخضع لإلي حسب الشرع والدين أنا قبل ما أناقش بهذا الموضوع وقبل الحلقة أنا حكيت مع دائرة الإفتاء وحاولوني على مكتب عطوفة الأمين العام لأسأل عن هذا الموضوع لكن أنا ما لقيت حدا جاوبني صدقا وما حدا رجع لي باتصال يعني حتى نحكي من ناحية شرعية شو هذا الوضع هلا إحنا عم نحكي من ناحية نفسية ورح أستمر مع حضرتك في هاي الحلقة ضمن هذا الإطار كيف بتم فعليا بتكون هي مثلا مهانة أو مضروبة وبتم هاي العلاقة بينهم بأي طريقة أو شو الود اللي بدي يكون بينهم أولا يعني الدين الإسلامي ما سمح في الاعتداء ولا في الإداء وكرم المرأة ورسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء قال أبصيكم بالنساء خيرا هل هو هذا الخير الذي وصل؟ أمرنا أنا مو مفتي لكن أنا حبيت أشير لعظمة ديننا في التعامل مع كل القضايا مثل هذا فإذا قسنا قياسا أعتقد أن للدين رأيون مختلف هذه الحالة أنا أعتقد أن من يمارسها ليس طبيعيا لأن الإنسان الطبيعي تعزف نفسه عن أي شيء لا يريده كيف أستطيع أن أتقدم وهذه العلاقة مع امرأة وهي ترفض يعني جملة جملة رائعة اللي حكيتها دكتور هذا لا يمكن أن يقبلوا لا شرعا ولا دينا ولا أخلاقا يعني كيف يعني أنا عندي أخلاق وبقبل على حالي أتقدم ما الفرق وعندما قيسا وسمي اغتصاب ما الفرق بين هذا الفعل وفعل رجل العتدى على مرأة في الشارع أو في مكان في قلوة أو اعتدى عليها في بيتها بإكرار بغير إرادتها نعم ما الفرق ما الفرق أنت تجاوزت الحدود الطبيعية لأي علاقة إنسانية تجاوزت العلاقة الإنسانية قايمة على المودة وعلى الرحمة وعلى التفاهم على الانسجام على العاطفة الحق الشرعي لا يمكن أن يكون عنوة ولا عنفا فيجب أن يكون بالحب كيف أنا رجل عند رجولة وبقبل على حالي أعمل مثل هذا الفعل تسقطت رجولتك تكيب بتكون زي هيك إن أنا رجل بملك رجولة بقبل على حالي أتعامل مع حدا برفضني مرأة بترفضني في ناس ما بيفكر في ناس ما عنده تفكير يفتقد للرجولة فاقد للرجولة هون تعريفه فاقد للرجولة هذا ذكر مش رجل ما عندهش كرامة ولا قيمة لحاله لأنه لا احترم قيمته ولا قيمة إنساني ثانية شريكته في حياته طب شو الأثر النفسي اللي بتوقع فيه خلينا أسميها ضحية نعم يا ضعيم أثر كبير جدا كيف تستطيع أن أنت أن ترى نفسك مفتحدا ومقهورا وتستباح أهم أشياءك اللي هي خصوصيتك رغما عنك ولا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تدافع عن نفسك ولا تستطيع تشكل أحدا لأنه مجتمعنا والحمد لله ما شاء الله عنه من جات حكا تقول إيه مجوزك كذا نحن الجو سيذبحها يعني جماعة الزواج مش يعني أنا عشان هيك اضطرأت لهذا الموضوع في حلقتنا لليوم خصوصا ببرنامج سوشو دكتور لأنه هذا البرنامج بحاول يطلع كل القضايا الفعليا موجودة بمجتمعاتنا العربية لكن نخجل أن نتحدث فيها لأن هذا شيء اجتماعي وتوعوي ما بي قجل الزواج علاقة قائمة على المودة والرحمة هذا الدين بقوله صحيح والسكينة العلاقة القائمة على المودة والرحمة هي علاقة إنسانية يقوم فيها الرجل بدور المؤنس المساند المحب الذي يبث الأمان النفسي كيف بده يكون عندها من نفسه يبصر بها ايه أكيد ما هيكون عندها كيف بدها هي شو بدها تحس من جواهتها ويتقره بصير عندها حالة من الضغط النفسي الشديد بصير عندها حالة من الإحباط بصير عندها فقدان الإحساس بالأمان في كل العالم لأنه حتى اللي مفروض يسعرض لها مساندة فقدان الأمان هاي كلمة مش سهلة بالضبط ما هو أساس أي علاقة ثقة وأمان بالضبط إذا فقدت الأمان فقدت الثقة فقدت العلاقة كيف رجل يقبل على نفسه أن يعيني مرأة؟ هل من الرجولة في الدين وفي الفروسية وفي الأخلاق أنه رجل به المرأة؟ المرأة أصلاً لها قيمة أهمية المرأة رمز جمالي وحياتي وإنساني يجب أن تكون لها دائماً مكانها ويجب أن التعامل معها يكون بالرقة والمحبة هلا بطلع لي واحد ويقول لي شو؟ هيا زلمة ما هو في نسوانة زودة من الزلاب هيا ما هي بتطلع عليك حاملية لك ما بدري شو؟ لو وجدت رجلاً لكانت أنت مرة تانية دكتور لو وجدت رجلاً لكانت أنت صارت تاكل النومة في زلمة طيب أنت انفعل الدكتور أنا رح أرجع لك لكن ورح أرجع للمتابعين بعد الفاصل حنكم معاكم موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 هذا مفهوم خاطئ المرأة شريك وقيمة وبالتالي كل رجل مثقف وواعي وعاقب وهو حكيم ومدرك يدرك بأن هذه أمانة ويجب أن يحافظ عليها ويصونها ويجب أن يوفق لها السعادة والعدو والأمان والدقاء والراحة ويجب أن يتعامل مع حبل وطب وحينيه ولنا في رسول الله يسمى تنعزنا وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مواضح كيف كان يتعامل مع نساءه ولذلك من يخرج عن الطبيعة الإنسانية هو إنسان يعاني من إشكالية أو تشوهات في مفاهيم وسلوكياته أيضا وسلوكياته وبالتالي يجب عليه أن يراجع أخي الصاك يجب أن يراجع نفسه ويبحث مع ذاته قلنا قبل شوي وأحنا بنتكلم قلت أنه وأنا طرحت السؤال وجاوبته وقلت أنه هلا واحد يقول لي ما فيني سنان نسوان مترجلات وقلت أنه لأنه لم يكن في رجل لأنه المرأة دائما تبحث عن من يحتويها أكبر مرأة قوة في العالم بيتها رجل يحتويها بيتها رجل لحظتها تكون أنثى لكن إذا للأسف ما لقيت هذا الشيء ما لقيت رجل تصير هي الرجل تقول هي البديل لذلك وليس كل مرأة قوية في شخصيتها هي غلط المرأة القوية في شخصيتها هي مرأة ممكن أن تدير أسرة وتبني أسرة قوية والمرأة القوية تكون أنت الحكمة لإدارة أسرة والتعامل معها وأنت كزوج تساعدك وبتريحك وهالقوة في المرأة موهلة بالعكس مطلب جميل يجب أن تتزوج مرأة قوية لأن المرأة القوية لما أموت أنا بعرف أنها تقدر تدير الأسرة وراي بقدر أنها تحفظ على بيتي بقدر أنها تدافع عن نفسها الأكيد طبعا فلذلك يجب أن لا نتعامل مع المرأة بينها شيء مهم أو بينها أن أنت بس مفروض عليك واحد اوان ثلاث على أنها تدور قيمة المرأة مش خدامة والمرأة حتى دينا ما يجب أن نعرف داما أصلا المرأة أصلا المرأة في الدين هي تؤجر على الدين المرأة في الدين ليس عليها لا تنطف في البيت ولا تطبق هي تؤجر عليه نعم ولذلك علينا أن نكون تكون أسرة قادرة على التفاعل الحقيقي المدر على صناعة الحب الأسرة بدون حب البيت بدون عمد فبالتالي الحب أساس وين الحب وين تتكره مرأة على ممارسين أنا أعتقد أنها بمثل هذا الحال انتهت ربان في الزواج لأن الزواج موضة لحما وتنجي موضة لحما صحيح يعني حتى أنا بالبحث عن هذا الموضوع دكتور يعني ما شفت أنه في أي قانون بيجرم أو بيحمل مرأة من هذا الفعل اللي هو الاغتصاب الزوجي اللهم أنه بس المغرب ذكروا أنه إكراه المرأة وشمل الزوجة على فعل الممارسة الحميمية خلينا نقول بس المغرب هي اللي بتحاسب على هذا الشيء قانوني خلينا نقول هلأ المرأة اللي في المجتمع اللي ما في أي تجريم قانوني هون تم يعني خلينا نحكي إضطهادة واتعرضت للظلم وصار عندها قهر وصار عندها تراكمات هون شو تعمل المرأة وخصوصا يعني من حالي نفسية شو بيكون وضح حال نفسي وشو تعمل كيف تحل هاي المشكلة أولا هذا رأي لعندي المرأة المرأة السوية أه وكمان في مرأة سادية بتحب التلذذ في العنو في مرأة بتحب هذا حلقة تانية حنا أعمل لكن خلينا نتكلم أنا بتكلم عن الطبيعي ما بتكلم عنه أيوه أيوه المرأة الطبيعية عندما تتعرض تصبح عندها حالة من القهر والضغط النفسي على جهازها العصبي فبتبدأ متوترة وبتبدأ عصبية وبتبدأ عندها عندها ردات فعل وبصير عندها رفض للعلاقة الحليمية تماما لأنه بصير مشوها يعني الصور السلبية بصير عندها عنها تخزين صور سلبية فعلا وبالتالي تصير ما تحبها تصير ما تتقبلها أيوه وبالتالي هذا بزيد المشكلة تعقيدا وليش لأنه الأشياء دائما الجميلة هي التي تتم التعامل معها بجماليتها صحيح بطبيعتها والأشياء الغير جميلة الأشياء الجميلة إذا كم التعامل معها اغتصابا أو إرغاما أو إكراها تعتصورة سلبية ولذلك نصير نفور في البيت خلينا نقول الإحساس لها ألم بالسعادة أيوه يعني فرق بين الألم واللذة اللذة تتم عندما أنت تحققها تكون شغف بين الطرفين تحققها بوضعها الممتع الطبيعي والألم عندما تتعقق بطريقة مختلفة إذا تم تعذيب الشخص من مواقع حساسة سيبدأ عنده ألم وهذا الألم سيعطيه صورة نفسية سلبية وهذا جزء من التعذيب شو تعمل المرأة بهاي الحالة؟ شو بتنصح كل مرأة أنه عم بتشوفنا بهاي الحلقة وعم تتعرض للإغتصاب الزوجي شو تعمل؟ هل هم أكتر النساء خلينا نقول لك نظرة مجتمع وأنه عيب وثقافة العيب شو تعمل؟ على المرأة أولا أن تحقق ذات المرأة التي تستسلم بالإكرار تكون أصلا أنت إشكالية أنت ضعف في شخصتي المرأة اللي شخصية تقوية لن تقبل وستدافع عن نفسها بكل السبل ومن حقها الطبيعي أنها تدافع عن نفسها لكن المرأة اللي بتعاني من إشكالية نتيجة التنشئة الاجتماعية من الهشاشة النفسية تستسلم وهذا الاستسلام وتسكت أيضا كما لأنها بتعرف أن المرأة ما بتقبل فبتقبل الحالة زي ما هي تحت سيف القهر والدل يعني وبالتالي ممكن يصير إلتها عملاب قضوية ممكن يصير إلتها عملاب نفسية ممكن يصير إلتها اكتئاب ممكن يصير إلتها معرضة لمليون حالة نفسية وبالآخر بتزوج عليها بقولها أنت فيك وفيك وفيك وبالتالي لذلك هي لازم يدافع عن نفسها بإبراز يعني ممكن تكلم مع أهلها بطريقة مختلفة ممكن تكلم معهم عن مساوة هذا الرجل ليش بوصل لها هين معهم؟ ليش بهينها؟ ليش ما بيحترمها؟ ليش ما بقدرها؟ لأنه أكيد اللي بيسوي زيك شخص بكون برضو ما بيحترمها أو بين أو ملا قيمة عندهم لتحقق علاقة الراحة أو تحقق الردع لهذا الرجل عن هذا السلوك أو هو بتقول له ترى أني إذا ما بتمارسه أني راح أتكلم يعني إحنا حتى بالشارع أنه حرم يعني بمواضع معينة أو بوضع معين للمرأة بأثناء الحظ أنه ما يقربها الرجل ففي رجال أيضا عندهم هيك أنه مثلا بمارس هذا الشيء وقت الحظ يعني خالف الشارع وخالف كل شيء وفي الشيء ثاني كمان ممنوعه بالضبط بالضبط فهون دور المرأة دكتور؟ دور المرأة بينها هي يكون عندها القدرة والقوة على الدفاع عن نفسها وعن تحقيق ذلك من خلال وسائل المتاحة يعني من خلال ممكن معاهلها مع أهله مع استشارات مثلا طيب ثقافة العيب أنه لا عيب بقدرش أحكي لأهلي بقدرش أحكي لفلان شو تعمل؟ يعني أنا بدي أوصي الرسالة من خلال عائل ألقى علينا أن نتجاوز إحنا في زمن مختلف إحنا في عالم متغير وتطور وتغير تماما إحنا مو في زمن التكميم الأفواه وفي زمن العنف وفي زمن التخويف وفي زمن المعرفة ما بتنعرف إلا من واحد أنا في زمن مفتوح وصار في معارفة منتجرة وكل شيء أنت تشوف كثير على القضاء وموصل التواصل الاجتماعي في بعض المجموعات الموجودة ويتكلم فيها النساء عن بعض المشاكل طبعا مو بتصدقها كلها يعني في بعضها مصصح وبعضها صح لكن هي تعطي مغشيرات أيوة ولذلك لابد من أن المرأة ممكن تدافع إذا كان الاقتصاب الزواجي لا يجرم قانونه فالعنف الوسري يجرم قانونه صح أيوة صح والاعتداء الوسري يجرم قانونه وممكن هي وأكيد اللي بيسوي هيك بعتني أكيد وأكيد مضرب وأكيد بيسد وأكيد بيه وأكيد وبالتالي فعندك غزة حل خلينا نقول ممكن أن تلجأ للقانون من باب العنف ممكن أن تلجأ لها لكن عليها أن لا تسكت لأنه في الآخر إذا نزلت إذا مرضت وطاحت في قلب ولا في سكر ولا في ضغط ولا في معدي ولا في مهدي منفحها إذا زوجت زي هيك بطلع فيها أكيد لا وبالتالي هي بتضحي في نفسها عشان ولا إشي لذلك على المرأة أن تدافع عن نفسها وتحقق ذاتها وكل الوسائل المتاحة وفي ميديوجيات في عندنا قانونيات عربيات موجودات في عندنا ناصرة المرأة صح في جهات كثير في الأردن موجودة وفي الوطن العربي حتى في حقوق إنسان موجودات وممكن يدافعوا عن حق المرأة في الحياة الكريمة أن تتمتع بحقوقها كاملة صح وتحتفظ بكرامتها وقيمتها أكيد أنا بتمنى من خلال حلقتنا لليوم دكتور أن توصل هالمعلومة لكل حدا أو كل إمرأة بتتعرض لهذا النوع من العلاقة اللي هي خلينا نقول الإختصاب الزواجي إنها تقدر تستفيد من حلقتنا لليوم وتقدر تباشر بالتصرف وما تسكت على حالها لتبقى مثل مثل ما هي خلينا نقوله تتعرض للظلم والقهر وأمراض يعني كثيرة أنا بدي أشكرك دكتور على وجودك أكيد هتكون معنا بحلقات تانية هنحكي في مواضيع كمان أكتر من هيك وإحنا هاي المواضيع ما بنختارها لا من عقلي ولا من عقلاكية مطروحة وموجودة في مجتمعاتنا العربية وإحنا بنسلط الضوء عليها بطريقة علمية وثقافية والفايدة منها شكراً إليك أجر وأنت دائماً متعلقة وشكراً لكل الكادر الموجود وأنا بس عدني دائماً أنه أدي رسالة اجتماعية نفسية في كل مكان أكيد شكراً لوجودك شكراً مشاهدين الكرام أكيد تابعونا بحلقات جديدة من برنامج ساشاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر